اسلوب التدريب ازاي ان انا اتدرب الاطفال يعني مثلا مبقى معناه بالبلد كده ما تتوقعش من طفلك انه يلتزم بالكلام والاوامر اللي انت بتقولها ويلتزم بها بدون ما تدربك على كيفية تنفذ اعمل ايه يعني هنفذ ازاي انت بتقولي ده ما هوش عارف بدون ما يفهم بدون ما تدرب به يعني ايه يعني بدون ما يتدرب اعلمه ازاي ان هو يعمل الامر ده وديلي وقت كافي على فكرة قدي لوقتي كاف للتدريب يعني عندك بتوع التنمية والأدارة بيقولك أي مهارة سهل اتسابها لو اتدربت عليها من 7 الواحد وعشرين وانتي واحد وعشرين يوم كل يوم بحاول أدرب إزاي يعمل الطلب اللي انتي عايزة منه ده إزاي أرتب الكتب أحطها إزاي اللعب أنا اللي يتحط في الكياس وأني اللي يتحط في علب وأني اللي يتحط في الصندوق الكبير إن هو مثلا يذاكر إزاي آلية المذاكرة إن انت يبني من فضلك وخليك محترم إزاي يكون محترم يعني يعني ما تقولش ألفاظ يعني توطي صوتك يعني يتكلمني باحترم بقوله الآية آلية التنفيز وادربوا عليه ممكن لو سمحت تنقل لي الحاجة دي من الأمر ده بس بدون ما توقع ميا أعرفه برضو إزاي بهدوء وبلطف